مش حاسة أني عارفة فرق أوي يا دكتور ما بين الضبابية الدماغية والألزهايمر يعني الأشخاص المنشغلين في شغلهم عادة برضو هم أكثر الناس الأصابة بالألزهايمر الكبار السن هم الأكثر أصابة وإن كان الألزهايمر دلوقتي يبقاش يعني مستني كبار السن ممكن بقى من سن أصغر بكثير عما كنا دايما متخيلين ومبقى منتشر على غير ما كنا يعني شايفين فمش أدري حاس أن في حاجة فاصلة نقدر نقول عليها ضبابية دماغية والألزهايمر هل لهم علاقة بكورونا هل ممكن لا كورونا زادت من معدل ظهورها بنسبة كبيرة جدا وبالذات السن الصغير بمعنى لو كنا بنشوف ضبابية مرضية في السن الصغير بنسبة ما ما بعد كورونا بقنا لقينا النسبة زادت بنسبة كبيرة جدا وبالذات زي ما قلنا الناس المنشغلين ذهنين نسبة ضبابية زادت ما بعد كورونا بزادت في الموجة الأولى والثانية والثالثة ولكن في الفترة الأخيرة مع التحاورات اللي حصلت لفيروس كورونا أصبح فيروس كورونا فيروس ضعيف الفيروس ضعيف وإحنا خدنا مناعة مجتمعية يعني إيه مناعة مجتمعية؟ يعني أنا إما جالي كورونا أكتر من مرة إما خدت لقاح كورونا وده الحمد لله إداني مناعة فبالتالي تعرضي للفيروس بعد ذلك لو تحدث العصفة المناعية اللي كانت بتحصل قبل كده فبالتالي المتلازمات قلت في الفترة اللي فاتت كل الأصار دي هي أصار اسمها أصار طويلة الأمد للإصابة السابقة لفيروس كورونا والأغذيكست من الراحة والرياضة الأمور بترجع بالنسبة كبيرة بصورة طبيعية على عكس الدبابية المرضية فكسل يعني قابلة الإصلاح يعني يا دكتور يعني الدبابية الدماغية دي بتبقى فيها نوع من أنواع في حاجة بوزة زي الألدهايمر لا فيه كسور في الدورة الدماغية بتصل للموقع حجم الدم اللي بيوصل فيقادي إلى إطراب في بعض الكيميكالز اللي بتحصل اللي بتساعد على أنت تبقى مستقر زهنيا ولكن مع تحسين الدورة الدموية لأنها مش حاجة فكسل على عكس الزهيمر أو مرض الخراف اللي الشخص اللي تريد يخرف لما يكبر ده مرحلة من مرحلة الدبابية ده حالة مرضية لكن ما بعد كورونا حالة وقتية قد تكون طويلة الأمد ولكنها بتزول تدريجية مع الوقت بي بي